بسم الله الرحمن الرحيم في البداية كان الموضوع في الفراغ الذي سببته أزمة كورونا كان فيه وقت كبير فنحن مطلوب منه أن نستغل الوقت لأن طبعا الأولاد كانوا بيرحوشوا المجرسة وحسيت أن الموضوع سيؤدي ضياعة ففكرنا كيف نعلمهم من البيت وتوصلنا أنا والدتهم أن نعلمهم لغات وبرمجات كان الهدف أن نعلمهم حاجة يعني كويسة في المستقبل فضورنا فالبرمجة هي أفضل شيء لمستقبل الشباب طيب حضرتك نظام شغل حضرتك نظام شغل حضرتك نظام شغل حضرتك نظام شغل لكم إيه المدام بتشتغل مدرسة علوم عظيم وأنا بشتغل في التشتبات الداخلية مقاون في التشتبات الداخلية حضرتك خريجة كلية إيه؟ دراسات إسلامية قسم شغل ما شاء الله تمام ماذا تفضل كامل تمام؟ أنا قلت لحضرتك في البداية أن المجال البرمجة بعيد تماما عن عملي وعن دراستي نظافت آه لذلك سألت آه ده كان فيه في البداية معانا شوي للي خلى فيه معانا لأنني حضرتك بقول لحضرتك أنا كنت بسمع كلمة برمجة كنت بخاف يعني مجرد أن أنا سمعت كثير عن البرمجة وعارف أن الأولاد لازم يتعلنوا برمجة طيب ليه حضرتك اتخذ القرار آه لمجال البرمجة احنا عارفين المجالات كتير قوي في ال ما كتير موجودة في الفترة اللي احنا فيها دي يعني أو في العصر اللي احنا فيه آه فاشمعناك قرارة لمجال البرمجة يعني دي ليه رحص البرمجة؟ هو أنا دايما آه بحب أقرأ بحب بحب أقرأ عن جديدي يعني بحب أقرأ ايه الوظائف اللي في المستعبدة؟ أنا أنا عن نفسي مثلا في حياتي حياتي العملية آه أنا قلت لحظتك مجال دراستي برضو عن شغلي يعني حتى مجال دراستي في الأظهر كنت رفضت الوظيفة وكنت مشتغل كمام آه أنا من دوميات لو حياتك ما عندكش فكرة أنا من دوميات دوميات طبعا اتحظتك من إيه؟ أنا أشار قوي مشارق أيها؟ مشارق أحسن ناس أحسن ناس وأكرم ناس بساطة ربنا عزة أنا من دوميات حظك عارف الضميطة عمليين شوي يعني بنحب الشغل طبعا معارف ده كويس جدا آه من بادر كده خالص بنطلع وإحنا لسه ده ملوش دعوة بدراستك ملوش دعوة بمستوك المادي إحنا من بادر كده بنطلع نشتغل عندنا الصيف ده لازم تكون شغال ولو فيه مجال أنت تشتغل وأنت في المدرسة كمام بتشتغل فأنا بالنسبة لي كان تغيير تغيير أن أنا أتنقل من محطة لمحطة في الشغل يعني أنا أتعلم صدعة أو أطلع على شغلنا أو تجارة أو غيره كان الموضوع بالنسبة لي سهل جدا وبعمله كتير فدايما ببحث لنفسي والولادي عن الحاجات اللي في المستقبل أفيت فكنت دايما بكرأ وأنا من النوع أصلا اللي بتعلم برضه من النت يعني استخدمت النت في التعليم كتير يعني مثلا هديك مثال بسيط كنت أعرضي حاجة زي مصنع مستحترات تجميل حاجة صغيرة كده فكنت مشاركه واحد صاحبي وبنشتغل هو كيميائي وبنشتغل وأنا بس موفر له الإمكانيات المادية والمكان فاحتاجنا أن احنا نطبع كاراتين اللي بنوازع فيها نطبع عليها اسم الشركة والمونت ستكر يعني استمبت ستكر مثل حاجة زي كده نطبع على وش كارتوني فكان الطباعة دي كانت غالية جدا أغلى من 8 كارتوني دخلت على النت دورت فتعلمت طباعة السيلك السريع من على النت وطباعة الكارتين وطباعتها حاجة محترم إن شاء الله فهي الفكرة جات لي من كده يعني ليه ما نستخدمش النت طالما احنا بنقدر نوصل نوصل تتعلم بقى كده طبا ليه ما نستخدمش في ان احنا نتعلم كمان فكرت ان انا أعلم الولاد أونلاين في البداية برضو البرمجة ما كانتش بالنسبة لكلمة سهلة يعني برضو كنت خايف إن أنا مقدرش أعلمهم بشكل مجاني أو من البيت كده نعد نتفرج على كورسات فنفهم ونتعلم كان عندي يقين شبه يقين إن لازم ندفع فلوس في ناس بيتدرس لهم ونستبعهم وكده فالفكرة دي طبعا ما كانتش الإمكانيات المادية أصلا سامحة بيها في الوقت ده فالتجانة اللي نحنا ندور إزاي نتعلم مجاني فلقيت الموضوع ان شاء الله سهل والدنيا كانت خويسة بالنسبة للتاتا الموجودة أو الصورة الموجودة على اليوتيوب بزا على اليوتيوب فبدأت بدأت إن أنا دور في البداية دورت على جروبات الفيس بوك اللي بتتكلم عن البرمجة دخلت شفت النسبة تتكلم بتقول إيه لقيت معظمهم بيتكلم عن الويب وإن الويب هو يعني التاتا بتاعته سهلة وموجودة طبعا كان في زكاة الصناي والمشين ليرننج بس سمعت إن المجال صعب بيحتاج وقت بيحتاج إن أنت تدور على داتا بالإنجليزي يعني مش متوفر له داتا كتير بالعضب بالضبط وكان طبعا حكاية إن احنا نسمع شرحة بالإنجليزي وإحنا أصلا في الإنجليزي لسه ضعف كان الموضوع صعب فلاخلنا الويب لاخلنا الويب للسبب ده ده السوف الرئيسي يعني لما لاخلنا الويب كانت البداية مع مع عسامة الزيرو في قناة الزيرو الكنادي بصراحة كانت مفيدة جدا في البداية يعني كبداية هي اللي حطت رجلنا على أول طريق كنت أنا دايما بحضر مع الولاد الكورسات زي ما قلت لخضراتك قبل كده لأن كانت المصطلحات اللي بتقال حتى بالعربي ما كانوا يفهموهم يعني كان عمرهم متى صغير تسع سنين وكانوا صعب جدا يفهموا المصطلحات اللي بتقال فكنت بضطر أن أنا أعود معهم ووقت أن أنا أحضر قبلهم كمان يعني أعود قبلهم أسمع كورسات ممكن بالليل مساء رواناناين قبل منام أفضل أسمع كورسات أبحث في الكلمات اللي بتقال علشان لما نعود مع بعض لو سألونه أسأل أعرف رد عليهم ومشينا على المنهج ده ما شاء الله كنا أخذنا ال HTML CSS JavaScript بعد كده دخلنا طبعا تعلمنا جيت مرحلة تعليم الجيت دي مرحلة تعليم الجيت دي كانت مرحلة تعليم الجيت دي كلنا عبرنا فيها كلنا عبرنا فيها تعليم الجيت الجيت وجيت هاب ده أخذ مني أخذ مني لأن الكورسات اللي بتشرح كنا نجي نطبع وراها ما نلاقيش اللي ما نلاقيش اللي هو النتيجة اللي عنده ما تجيش عنه هو بيعمل حاجة التطور التكنولوجي بقى بـ مثلا version 2 نزل الفهم تلاقي حاجة ديارك اه الفهم كان ضعيف جدا بالنسبة لنا وكنا في معاناة لحد ما احنا وصلنا لحاجات في الـ جيت هاب بالذات احنا وصلنا لحاجات اكتشفت بعدين ان فيه ناس في المجال بقالهم سنين ما عرفهمش يعني دي حاجات يعني مثلا حاجات بسيطة هي حاجات بسيطة جدا بس احنا بقى نكتشفها بالتجربة بالتجربة المريرة يعني نتعب اه يعني مثلا ان انت تعمل استضافة لموقع موقع طبعا بسيط موقع Static يعني ممكن بروفايل مثلا بورتفوليو ان انت تعمل استضافة على GetHub جيت هاب بيعمل استضافة للمواقع For free اه free احنا اكتشفناها بالصدق اكتشفناها بالصدق اه بعداك في ناس كتير ما تعرفواش لدرجة ان رامي في ناس معرفواش بالزبط اه في ناس معرفواش فعلا ان شاء الله على اليوتيوب عنها اكتشفت مثلا واحنا رامي مثلا الاكتشف الجميل ده واحنا على GetHub مثلا وداخل Rebo ممكن تضغط بس وداخل 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 على Visual Studio Code خلط لحد ما بدأنا ندرس لغات تانية في البرمجة يعني مش اول لغة في البرمجة اللي فيمناها تمام يعني جا بس كده بكنا بالعالي معا مع انها اكتشفت اللغة جميلة وسهلة جدا كده بعدين في البداية صعبة طبعا في البداية اه البداية صعبة جدا بس يعني اخر مرحلة دلوقتي طبعا عملنا مشاريع شوية مشاريع كده على الويب وبدأنا شوية في المدارس بقى المدارس رجعت فبدأ وقتهم يدق شوية بدأت انا كمل شوية في الباك اند دخلت انا على البيتش بي ولارافل اخدت فيها شط كان رامي برضو ايه بياخد معايا كده ايه بشكل متقطع يعني الوقف هو عند الرياكت يعني الرياكت درس فيه شوية تقريبا بالنسبة مثلا سمانية او تمانين في المية ووقف بدأ بدأ دراسته بقت ايه بقت على فترات متقطعة لان المدارسة اخرت موزم وقته رجعنا تاني نظم وقتنا في الوقت الحالي بعد ما انقطعنا حوالي مثلا ست شهور من غير برمجة تقريبا خالص رجعنا تاني نظم وقتنا بس في مجال تاني يعني احنا دلوقتي في الماشين ليرنينج والزكاة الاصطناعية بقالنا تقريبا تلت او اربع شهور درسنا بايسون ودرسنا مكتبات ماتلب ومات بلوكليب باندس اخدنا شوية من اوبين سيفي اخدنا شوية من اوبين سيفي درسنا درسنا حلو هل سمعين من الصوت سمعينك عن ما هو الحال جميعًا يعني بإيجابك نصنع اللغات التي كنت عنها لبيتون لأنها تدريباً لمواجهة البيتون والليبري أه، إكتبات التعليمة تعلمنا بايسون المكتبات الخاصة بالマッシュ للرينج أو اللي بتحتاجها بالماشين للرينج قلت حراتك مثل متلب مثل مدلتلب، ننباي، باندس، شوية اوبن سيفي تعلمنا المكتبات دي كمان تعلمنا الريجريشن ودلوقتي في كلاسفكيشن يعني دلوقتي لسه بعدين كلاسفكيشن نعرضه ان شاء الله طيب فيه قبل باسمان كامل عندي سؤال يعني خلالك كررتك كذا مرة كمت تعلمنا مش مش رامي تعلم لا تعلمنا يعني خلالك تعلمت مع رامي المجال اه تعلمنا اه 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 ما بقاش هو الموضوع عندي ما بقاش خلاص ان اعلم الولادة بقيت عندي هواية يعني انا حبيت الموضوع حبيت اكتر منهم يعني انا حبيت الموضوع اه في الويب انا سبقتهم كمان يعني في الويب الويب جي في مرحلة ان هم رجعوا المدرسة بقى بعد غياب الكوروة فكان خلاص يعني اه وقتهم ده فكانوا بيجوا معايا في الويب بيجوا معايا انما انا خلاص انطلقت يعني انا كملت انا اخدت بيه اتشي بيه كاملة خلاصت لارافل برضو اشتغلت بيه شوية اه رامي الجامعة في البيه اتشي بيه ويعني ملحقش لارافل كثير اخد برضو حاجات بسيطة في لارافل بعد كده اخدنا شوية وبعد كده علابنا بقى على عملنا تشينج عملنا اخي غيرنا للماشين ليرنين رحنا بلان تانية انها مش تانية تات وانت فيش اتريجانس يعني بس الويب معانا برضو يعني الويب احنا هي الفكرة ان انا ان انا سمعت كتير ان الويب بقى زحمة اوي والمنافسة فيه بقى صعبة بالضبط انا اه كل اللي انا بعملوش عشان نشتغل بي دلوقتي يعني انا مش عايز مثلا ان انا اشتغل بالبرمجة اه انما انا عايز اللي هيفيدهم بعد خمس سنين او بعد ست سنين يعني بعد خمس ست سنين رمى هيبقى 18-19 سنة وهيبقى خلاص المفروض داخل داخل سوء العمل حتى هو في الجامعة المفروض بيشتغل يعني بالضبط انا انا بدور على اهل اللي بعد خمس سنين هيبقى المنافسة فيه اذهل ومطلوب اكتر فلقيت ان الويب بقى صعب شوية خصوصا مع الورد بريس مع امن سهولة الويب بتخلي الناس كتير تدخل المجال طبعا مفيش اي مشكلة الناس كتير الهند فيها ملايين وكلهم شغالين ما شاء الله يعني بس برضو ان احنا ندور على الحاجة اللي هي اصعب وانضر في السوق يعني يبقى الانسان في المجال نادر نادر ده بتهل افضل يعني اه طبعا مخصوم تمام طيبوكو نعرف دور زورت حاجة ايه في الموضوع يعني حسناك اتعلمت معهم هل الكلام ينطبق على زورت حاجة وانا كان فيه دور تاني بتقوم مع الوضع الانجليزي هي في الانجليزي في البداية فالله كان الانجليزي بالنسبة لي انا كنت ضعف جدا في الانجليزي فهي ما شاء الله في الانجليزي ممتازة جدا فكان هي دورها ان هي تعلمهم الانجليزي برضو بالاعتماد على اليوتيوب يعني الاعتماد برضو على انترنت بس هي كانت معهم لان طبعا انا في البداية ما كنت شارف فكان هي لها دور دور التعليم اللغات يعني او الانجليزي بشكل خاص يعني طيب حضرتك نظام الشغل اصلا في الانجليزي في المقاولة او كده صحيح؟ اه 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 كان فيه صعبات ان مثلا يعني اذاكر للاولاد او اذاكر مع الاولاد او ادخل مجال لسه يعني اول مرة انا اشوف حاجة زي كده او اذاك او من اخنا في اول حياتنا ان كان مضمه صعب شوية اه ازاي كنت متوفق بين الشغل في المقاولة او الشغل اه وبين الادراسة مع المقاولة كان صعبات في الموضوع؟ هو الموضوع كان في صعبات طبعا انت عارك بيت ومسئولية والناس محتاج لمصاليف ولازم تبتعل وشغلنا مش زي الموظفين يعني الشغل في المقاولات انت حظك بتتابع صناعية شغال الصناعية من الصبح لحد تقريبا قرب يعني بعض العصر انت بتروح البيت بعض المغربة عموما فبيبقى وقتك داية وقتك داية جدا فهي الفكرة كانت دي الصعوبة بس يعني كل حاجاتنا كنت متغلب عليها التنظيم الوقت يعني حتى مع الولاد برضو وقتهم اديق مني في المدارس هم وقتهم اديق لان هم بيخلصوا مدارسة الساعة اتنين بيطلعوا ممكن درس اتنين تلاتة درس خصوصا ممكن الولد منهم يجي البيت مثلا بعد العشرة فده برضو تنظيم الوقت كان هو كان هو الحل المدخل كنا بننظم الوقت بحيث ان احنا ناخد ساعة اتنين كل يوم برمجة اساسية وساعة انجليزية دي كانت لازم فكنا بنعملها بعد الساعة تسعة نبدأ من تسعة لحد اه حداشر او من تمانية لحد احداشر برمجة انجليزية اه انا شايف ان دي كل الصعوبات اللي قابلتنا يعني قابلنا صعوبات كتير كتير جدا اكتر حاجة كانت صعبة في اله في البرمجة هي البدايات البدايات خالص دي كانت اسعب شيء فكرة ان انت تعلمهم برمجة البرمجة دي كانت كلمة ما انا مش قادر اوصيف لك يعني مثلا لو حاداتك بتتكلم معانا تلوقتي عن يعني بقول لحاداتك تلوقتي تعال اتعلم اللغة الصيبة حاداتك اول حاجة تجيب في دماغك اللغة صعبة جدا فكان ده اللي بيجي في دماغي يعني البرمجة دي حاجة نكتب كود وحاجة معاققة انا كنت حتى بفهم من هي يعني دي الناس بس اللي هم الهاكر اللي بيلبسوا اصفره وحيده جوه ده المضاوجة مرمجة ممكن اي حد يتعلمها يعني كنا بنشوف الافلام اللي هي بتتكلم عن الهاكر ففاكر ان الدنيا كلها كده يعني الناس دول ازكية جدا عبكرة جدا يعني اقول ما نقدرش نوصلها نازم نكون نسبة ذكاءنا خارقة يعني فلقيت الموضوع الموضوع مش كده خالص الموضوع هو طبعا محتاج عقل برضو وذكاء وكده ومحتاج مصابرة لكن مش مستحيل يعني الموضوع سهل ومشوق كمان مشوق جدا يعني كل ما بتتعلم حاجة انا عن نفس انا بتتكلم عن نفس دلوقتي مش عظامي واكيد رامي كده واكيد اي حد كده كل ما بتعلم حاجة في البرمجة بحس ان انا اقوى يعني كان بيجيدي الحساس ده مش عارف يعني كنت كل ما بتعلم اقدر اعمل حاجة جديدة احس ان انا اقوى فبقى يعني بقى زي ادمان بقى زي ادمان كل يوم بتعلم جديد كل يوم لازم اعرف اعمل حاجة جديدة فالموضوع مش كده حمد ممكن سؤال هنا بالنسبة للتعليم يعني حاليا انتو دخلتو في اي 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 خمام؟ هل كان صعب به ك انك كنت تعرف اي ايش المسر يعني انت بس عشان اتعلم اي 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 ازي اعرف انت لازم تعرف اي اي اتى اخدت المسار هل كان فيه صعوبة في الموضوع؟ والله الاي اي اي كان مشكلة بدايات الويب او مشكلة بدايات البرمجة عموما كانت هي هيها مشكلة الاي اي يعني لما بدأنا برضو الاي اي كانت في نفس الصعوبة لان مجال جديد عايزين نتعرف على قنات بتعمل كده عايزين نشوف data نتعلم منها نشوف المسار اللي هنمشي فيه يعني ترتيب المسار اي اي كمان اصعب كتير من الويب لان الصورة بتاعه قليل جدا على العربي قليل جدا على النت وربنا هداني كنت اعرف بشمهندس اسمه شام عاصم هو موجود في لندن ده كان صديقة على الفيس اصلا يعني صداقة على الفيس بس من فترة طويلة يعني صداقة من حوالي مثلا ستة او سبع سنين فعرفت بالصدفة ان هو شغال في الزكاة الاصطناعية فكلمته فهو ارشدني القناة بتاعته القناة بتاعته قليل يعني مفيش تطبيق عملي على الكلام النظر الكتير اللي بتاعه فبقى انا برضو نتغلب على ده بقى احنا ندور على كناهات تانية بفيها تطبيق عملي ونشوف الشرح ان البشمهندس اصام اي شام ونروح نطبق في مكان تاني او نتفرج على تطبيق في مكان تاني فالدنيا مشته برضو وعملنا برضو كم مشروع حاجات صغيرة كده في المشين ليرننج والدنيا مشته الحمد لله يا رب طيب ممكن ازا مسلا اخدنا مسار جديد مثلا زي مسار فلتر هيكون فيها لغة جديدة هيكون فيها تجوبة جديدة وموبايل تبالتمنت ازاي هتعمل يعني ايه الخطوات اللي هتاخدها ازا مسلا اليوم قررت انك انت بتاخد فلتر ايه هتعملها انا شايف ان الموضوع دلوقتي بقى اسهل يعني غير البداية في البداية خلص طبعا كما صار الوقتي بقى اسهل ليه لان انا خلاص معادش عندي الخوف من البرماني يعني انا عارف انا عارف ان انا قدر اتعلمه اي مجالة في البرماني عارف ان انا قدر اتعلمه دلوقتي فمعادش الخوف المشكلة دلوقتي بقى اللي بتقابلني ان انا اجيب ال data او نشوفها نتعلم منين او المسار اللي هنمشي فيه تريد تكتيبوا ايه ودي امور ما بقيتش صعبة يعني ما بقيتش صعبة ان شاء الله في اي مجال طيب هل هل فلستو حاجات بال بالفولستاك؟ او بالفولستاك؟ لا احنا احنا فولستاك لا يعني لا ما عملناش مشاريع فولستاك يعني احنا ممكن عملنا عملنا فرونت اند كتير لما في الباك اند كنت تقريبا يعني شبهنا الوحدة لان رامي كان بيجي معايا كده على مراحل متبعدة رامي رامي هو اللي كان دايما بيحفزني للمشاريع يعني انا ما كنتش غاوي اوي نعمل مشاريع نعمل مشاريع هو رامي اللي حابب الفكرة دي يعني انا كنت حابب اتعلم 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 ااخد انما التطبيق العملي كان رامي هو اللي بيحبه ولما رامي بيعت شوي عن البرمجة كنت انا يعني قللت موضوع ان انا اعمل مشاريع لكن اعملت حاجات بالارافل عملت حاجات بالارافل بس مش مربوطة بالفرونت اند يعني مش فولستيك يعني مدام اكدش الفرونت اند مع الباك اند كانت شغل الارافل في الحتة دي بس في الحتة بتاعة الارافل باك اند اه اه افي المستقبل الحلق بتدخد فيها او رامي يتدخد اند ارامي مthinkت في الارافل ب John او الارافل انه طبق او البرمجة اريد الآن مك shoots عمليا أيضا ستعلنut على هذا اذا كنت في التطبيق او يصناع في هو فمصدق أكيد دخل في حاجة تفوكس عليها ولا لسه ما فكرش هينفذ إيه قدام هو الله رامي كان يعني هو حلمه أنه هو يبقى دكتور هو ما شاء الله متفوق في الدراسة ربنا يحميه يعني هو فوكس يعني هو عايز يبقى دكتور هو بيحب البرمار جدا بس عايز يبقى دكتور طب نجمالك إزالي بها بس أنت خالك بانتخبس هو تعريبا للعرف السائد في مصر هو أنا فيها طباء أصدقائي طباء الشجارين في البرمجة وبيستخدموها عمضوهم برضه بحاجات كذا حاجة يعني كان البرزنتيشن قبل كده كان عن الطب فدخل فيها برمجة ودخل فيها حاجات خاصة في البرمجة فهي عادي يعني طباء بيستخدموا البرمجة عادي حاجة جميلة وعايز يقول رامي عايز يتكلم عن الموضوعه ديانه ممكن دخلي يتكلم فاضل فاضل يا رامي أسمعينك العاوزين يسمعك فاضل يا رامي سمعينك أنا كنت عايز أخش في مجال الطب عشان أدخل في مجال البرمجة واستخدم البرمجة في مجال الطب تمام حلو قوي ده ده فكرة عظيم لازم تمسك بفكرك ده فيه حاجة اسمها بانتروماتيكس ده 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 هتدخل الطب في البرمجة طبعا أكيد هتشفوا حاجة تانية وإن شاء الله قدام حتيها بحاجة أفضل وإن شاء الله بالجرامي بالأجياء اللي زي يا رامي هم هاكيد إن شاء الله هيتوروا أكتر من كده إن توصل إلى التعليق إن شاء الله وكان برضو أهم أهدافي من إن أنا أعلم الولاد الكلام ده وإن أنا مثلا ندخله يعني هو مثلا رامي ما عندوش أكاونت على فيس ما عندوش أكاونت على تيك توك عندو أكاونت على لينك ده كان هدفي إن أنا أبعده عن التجوى بتاع حضرتك عارف الفيسبوك اللي هو إيه خلاص يعني هلونا بقى بيبقى يعني يخطوا السم في العسل اللي هو ليه السم في العسل فحلو طبعا تقولي ده بقى لينك ده مجتمع منضبط شوية أعتقد إنه ممكن يكون سنو صغير عليه بس يعني هيتعلم منه الانضباط مش هيلاقي فيه الجدال الكتير العقيم اللي على فيس بوك مش هيلاقي فيه مش هيلاقي فيه الفيديوهات اللي منشوفها على تيك توك قلت هو ده المكان يعني برضو أنا ما كنتش عارف لينك ده لحد ما عرفته يعني دورت وعرفت لينك ده فقلت خلاص هو ده المكان لأنه كان هاجس عنده أنا عايز أخش المواقع دي عايز أتواصل مع الناس عايز زي أصحابه يبقى عنده على تيك توك عايز أتواصل مع الناس فأنا قلت له يا حبيب تعال نشوف موقع تاني يكون الناس عليه يعني محترم أرقى شوية تنفع تستفيد منهم كل ما هتكرأ بوسط تستفيد منه كل ما هتشوف تستفيد منه فبحثنا الآن لينكدن والحمد لله بفضل لينكدن رامي بيستفيد منه كتير جدا يعني كمان بيستفيد ناس بيساعدوه يعني لو ينفع أنه نذكر أسماء ناس أكيد تداخل طبعا نذكر أسماء ناس خلاله مش فضل مش مهندس مؤمن التول ده شخص محترم جدا من إسكندريل ده ما شاء الله تعريم المتابنة يعني يعني مساعدة تقنية يعني في كل شيء أي سؤال رامو بيسأله ما بيتأخرش عليها بلا لدرجة أنه ممكن بيدخل عنده على الكمبيوتر بيعمله حاجات بيألمه يعملها ده ده حاجة كويسة جدا استفادناها من لينكدن يعني حضرتك سماني أبش ماندس ده حاجة استفادناها من لينكدن وجود ناس مستعدة تساعدك غير فيسبوك فيسبوك ممكن تسأل السؤال والناس تعد عليه كده زي بالنسبة لفيسبوك أنا يعطمت بقى أني انا بقيت نصحتي اللي انا بنصح على التفع اللي بعد كده اللي هو نصحتين طول ما انت طالب ما عندكش experience لسه منزلت للسوق عمل ما درست دراسك فيها ما تنصحش طول ما انت طالب ما تسألش طالب اكبر لنك بسنة انت هو اسئلة اللي هي اذا اتخصص في ايه مو بتسألك مسألة واحدة انها مش تحديد تراك يعني فدي يعني احيان كويسة جدا نفعل انا عايز نفعل كلام حرارتك اه تفضل ما تسألش شعر فيسبوك عايز تاني كده ايه ما تسألش اصلا على فيسبوك اصلا ده حقيقي فعلا اصلا على فيسبوك عايز نقول لحضرتك ان رامي كان هيجيله اخباط لو احنا كان مني على فيسبوك بالزبط اه ده حقيقي فعلا كنت انا احط البوست على فيسبوك فيه سؤال محترم جدا يعني باسأل سؤال يا جماعة انا عايز اتعلم كده اتعلمه منين مثلا اه تلاقي ناس داخلت التاريق ناس داخلت مفيش حد بيتكلم في الموضوع اللي حد بيفيد فابعدت عنه اللي ابعدت عن الفيس خالص افضل اه موضوع البرمجة ده يعني اول مشكلة ان كلهم شقاب صغار يعني بيتكونوا كارب وكلمة وخناصة الله بصعب مفيش حد بيتتاريق غير الناس اللي فعلا ما عندهاش علم اه بالزبط اه بالزبط اه بالزبط اه بالزبط اه طيب يا رامي هل موضوع البرمجة كان مفروض عليه كان التعليم ولا انت اصلا يعني كنت حاب بالبرمجة لا بيقول لحظة كما في البداية كان فرض علي يعني في البداية انا كنت مجبر ان انا عدت ساعات طويلة ممكن يعني ممكن مثلا انا دخلت عشان انام يعني مفروض انام دلوقتي تمام فمضطر ان انا افتح الكورس احضر خمس او ستة محضرات اللي احنا ناخدهم بك لان انا انا بقعد مع الولاد في مستوى حدود انا مش فهمها طيب هال الموضوع اتفرد برضو على رامي ان اخذك كابوي يعني وكوالد رامي قلت له رامي انت لازم تعلم برمجة ولا هو كان حاب الفكرة لا ما كانش فرض وبرضو ما اقدرش اقول لك ان هو حاب الفكرة اللي ان هو ما يعرفهاش بس تعال نتعلم اه تعال نتعلم حاجة جديدة احنا تعال احنا عادين عندنا وقت فرق كبير بس ايما اكتلعب زي ما انت عايز تخش تلعب بابجة شوية تلعب 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 على الموضوع اعمل انت طبعا ما كانش فيه وقت الكورونا ما كانش فيه نزول الشارع طب فكان فيه وقت فرق كبير العب شوية وتعال نتعلم حاجة هل فيه انية لدخول تراك تاني غير الارتفشة تاجنس هل فيه انية لدخول تراك تاني مثلا غير الارتفشة تاجنس يعني مثلا ممكن ندخل بعد كده في امبيرت الساستم ممكن ندخل اي 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 تراك تاني ولا خلاص كده توقفنا عند الـ artificial intelligence والله لا ما فيش اي مشكلة ان احنا ندخل اي تراك ما فيش اي مشكلة نهائي بس هي الفكرة ان احنا ما بحبش اننا اخرج من مكان يعني لازم نديله حق يعني هدي الـ artificial intelligence حق هديله وقت لحتى ما نشوف لو لقينا هو ينفع ان احنا نكمل فيها نكمل لقينا ان احنا ممكن ننقل على مجال تاني وفي مجال تان افضل اكيد مش هن مش هنتوانا ان احنا ننقل يعني هننت هل ده اثر على دراسة رامي في المدرسة انه يتعلم حاجة زي البرمجة بصعوبتها وارتفاشيال برضو بصعوبته هل ده اثر حاجة عليه ولا الامر كان بسيط بالعكس تماما انا عايز اقول حطك ان بالعكس تماما يعني رامي دماغه عالية جدا بعد ما اتعلم البرمجة دماغه كبرت طبعا بيفكر بالضبط لوجيكال المنطقية بقى منطقي اكتر من كتر ما بقى اصلا يتعامل مع عنده حب لمشاعدة زميله يعني ممكن احكي لك مواقف دلوقتي بس بعد ما ما نخلص النقطة دي كمان في الرياضيات تتحسن جدا يعني هقول لحطك مثلا ان هو كان في بداية السنة اللي فاتت كان في الترم الاول هو رامي خارج من الابتدائي كان ما شاء الله جاب الاول على المدرسة بتاعه ما شاء الله في الاعداد دي جاب السادس جاب التامن في الترم الاول جاب التامن في الترم التاني جاب السادس يعني انا بلاحظ ان هو كل ما بتعلم برمجة في العالم بتحدي بتأثر على التعليم بشكل ايجابي مش سلم حتى لو هي بتاخد من وقته لكن هو برضو بيدي للمدرسة حقها وبيدي له وقتها بتنظيم الوقت يعني بسبب تنظيم الوقت بيقدر يدي للمدرسة حقها وبيدي للبرمجة برضو وقت حب رامي دلوقتي في ايه بقى في البرمجة دلوقتي هو شايف نفسه في الفول ستاك ولا شايف نفسه في الارتفيشل فيجان ثاني او هو اتجاهه حاليا اتجاه فكره او هو حبيب ايه عشان ما يكونش مثلا الامر مفروض عليه ان يلا يا رامي يتعلم كذا هل هو دلوقتي يبقى ليه ان هو لا يا بابا انا ممكن انا شايف نفسي في الفول ستاك لا يا بابا انا شايف لحسي في الفول ستاك اكتر ولا هو تعلم يعني اي تجربة يتعلمه اه هو معلش ممكن مجاتع ممكن ادخلوا رائع بيتكلم ايوه انا ليش انا بقول لحالتك هو يرد اه بالضبط اه ماشي اللي ارنم او ظل ليا منهود الهود زائر اه اه طبعا كي طبعا يعني او تكمل فيه او Life على فكرة هو امميز جدا في الfrontend كان اكترنت يعني شغل عملي في الfrontend او معاشاءالله مدخل جدا في الfrontend هو حب الم見 Segway لكن هوحب المچين ليرنج لأييه لان الم؛ كل نرنج بتاهم الحاجيت يعني مسلا هو اا اعملنا مشروع المشروع نخلي الكاميرا تتعرف على على الحريق على الحريق على النار تعرف على النار ويدي انزال هو رامي هو رامي يحب الشوك العمل فيه بالليبراري طبعا لأنه فيه انتاج رامي لما بيشوف انتاج يعني في بداية المشيل ليرنج ما كانش حقوقه خالص كان بيعدوا قدام مهندس الشام كده مبلم ومش عايز شوفه انا طب في الاخر هاوصل ايه او طلع ايه في الاخر لأ انا خلاص بهو ده عشان طلعت حاجة شفت باني حاجة بتحصل يعني ازاي الكاميرا تتعرف على النار بتدي نزال اللي انت بتقوله ده بالزبط يعني هو المشمال في البداية بدأ نزل كتير عامل مكتبة طويلة جدا في المشين ليرنج وبعدها دخل في الريجريشن فالمقدمة بتاعت المشين ليرنج والريجريشن كمية نظري كبيرة جدا فبعنا نعد انا نفسي ايضا اشفق عليهم يعني انا اقعد انا اقعد مشفق على الاولاد يعني لاتهم يعني انا حسيت ان الموضوع كده مش هيمشي خالص سيبقى فيه زهر وبعدها بدأ طبعا نتفاهم نمرا اه بدأوا اي اسأل يوسف يا يوسف انت فاهم اي يقولي يعني معلش اشرح لتاني اه ماذا بعد انا هبدو اسمع 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 اوصل ليه لذلك كان في عند ال كان المفروض ندرس كلاسفيكيشن بعد ذلك انا ندخل على بايسون نزابط انا قلت لهم لا انا نشوف العمل انا نجيب بايسون الاول يا شباب انا نجيب بايسون الاول لذلك انا حسيت ذا في الدفعة اولى وانا برشح لها كنت انا بديها لسي شارب فاللوه دخل في البيزيكس بسي شارب فبعد كده في الكونسول ابليكيشن فترة كبيرة فالمفروض الفترة اللي بعدها هناخد حاجة اسمها OOB اللي هو الوبشتناتو البروجرامنج فحسيت الموضوع الموضوع هيتطول معاهم في الهيرتن سورفيس والحاجات دي فهم هيملوا هم عايزين نشوفوا طب ماذا بعد يعني هنوصل لإيه لما نعمل ده كله فاللوه عملت اجنور او تخطيت مرحلة OOB ودخلت بعدها على مرحلة ويندس فورمر اللي هو يصمم مثلا لعبة زي XO زي كالكليتور بحيث انا هديهم سوربورت اللي هو يبصوا انت عملتوا الحاجة دي عشان هنحسوا ان شيء ما المصبع كانت نكمل بقى في OOB ده اللي انا عملتوا بالظبط يعني ما شاء الله دي حاجة جميلة جدا انا ممكن الناس تقول لك ازاي تعمل كده ولازم لا مش لازم عادي انا حسب اللي انا شايفه قدامي اه انا في نقطة ياسم ناس تقول انت كده خلط ممكن ضيع طلبة لازم ياخد OOB ما انا مش انا هديم OOB بس انا عايز ادي سوربورت الاول اللي يقدر يعمل حاجة عشان نخليه كامل في دراسته فانا يعني يعني بقى شكر حضاك جدا حركة اللي عملتها بي والله يبارك فيك والله يخليك ممكن اضافة هنا الموضوع هذا طبعا نوغرامي يتكلم برضو لانه المستمعين اللي يكونوا مثلا طلاب وفوثينه عشان يشوفوا يعني انتفجرونه وبرضو كمان المدرسين ومدرسين الحضانات عشان يسمعو من تجربته هو شخصيا يعني يتكلم فنبغى بالفعل الأخيرة رامي هو اللي يتكلم طيب انا خلاص طبعا طبعا انت المعلومات اللي انت افضيتها والانجاز اللي وصلت له هو ما كانوا يوصلوا الا بفضل مجهودة بفضل مجهود الوالد بس يعني في حالات نحنا برضو يعني شفناها انه في بعض الاطفال وطلاب يعني انه بيقولوا انه هي صعبة انه انا مش عاوز افهمت عليها ممكن الاباء يعني هما بيقولوا كل حاجة بس ماكي نفيجة بس تأذينك بس تأذينك حاجة بس بس تأذينك حاجة بس حتى تجربة حصلت معي فعايزين نلخصها بس كده في دي او حالات ان في اباء بي دايما بتوصل معي في طوات اللي فيها الديان اللي هو اولادهم قد يعني في سن رومي اللي هما ازاي نبدأ معي فانا وولوم خلاص جمعوهم وادخل اديهم سيشن ازاي يبدأوا فانا مثلا لو انا مش متفرغ في كزا حاد انا كنتش متفرغ وهم سابوا الموضوع نسي وحسوا بصقوبة جدا فيه فعايز بس كده في كم سانية كده اه ولد رومي بس يقول تنصح الناس دي بايه يعني الناس اللي هي مثلا لو انا مش متفرغ ان انا اديهم الحاجة دي او ادر لهم على الطريق او ادر لهم التراك ده او اشرح لهم فبيحسوا بصقوبة فبينسوا الموضوع كل جدا ماليش يا اخواندس اسف لو النص دي اللي فاتت اتعادها تاني لان كان فيه اتصال فاقطع الاتصال فيه مشكلة طيب دلوقتي انا فيه ناس دايما اتواصل معي على البيس بوك اه اباء لشباب ادى وادرامي يعني في سن الخمستاشر وستاشر سن الاقل من كده تلاتاشر واثناشر يعني يتكلموني ازاي نبدأ برمجة اللي انا بقدر مثلا في دراسة بباشرح في شهر فهو يحس انه مال مني او انا مش عاكم رد عليه فبيسيب المجال خلص وبين سايا بقى حقك تنصحه بي او ملقاش حد معين يسأله ازاي اتجه انه يعلم ابنه او يروح على فين يعني اتواصل اه اول النصيحة اللي قدر اقولها لحد اي حد عايز يعلم ابنه برمجة لازم تكون معه لازم تكون مستعدة تتعلم الشباب في الوقت ده او في السن ده بيزهق بسرعة جدا اه ممكن يكون طفل زكي جدا لكن بيزهق او او لو ما فيمش اول عقب هتوف طريقها خلص ما عندوش استعداد يتعب نفسه كتير انما الوجل الكبير او ابوه اكيد حريص على ان هو يتعلم فهيبع عنده صبر اكتر وهيبع عنده هدف اقوى هو شايف المستقبل اكتر من ابنه فهيبع عنده الهدف اقوى والحافظ اقوى فوجوده معاه وانه يتعلم معاه كمان المنافسة المنافسة بين الاب وابنه ده حاجة رهيبة جدا يعني لها مفعول يعني الحاجة اللي رامي كان بيعرف يعملها في الفرونتيند وانا مبعرفش عاملها دي كان التحافز رهيب لرامي يعني كفاء ان انا انده عليه وانا على الكمبيوتر بعمل حاجة اه وقول له رامي حاجة بتعمل ازاي فهو يجي يقدر الياقة كده ويمت يدعو على الكيبورد غير ان رامي كمان عنده ميزة ما كانتش عندي يعني رامي بيعرف يكتب على اللوحة وهو مغمض يعني يعني بربط لعني وبيكتب على اللوحة من غير ما هو شايف الحروف فالميزة دي كانت بتخليه بقى احنا اوقات كنا بنقعد نكتب كود علشان نجربه الكود ده بيتقل في فيديو فاحنا عايزين نجربه فانا بالنسبة لك المرورة ضايع علشان لازم معه اوقف طبعا قبل اتعرف على الادوات اللي هي بتنسخ الكود والكلام ده كنت لازم اوقف في الفيديو عشر مرات ويقعد فكت اتعب يعني فرامل ما شاء الله كان يبص كده ما يبص شغل اللوحة ويكتب فكانت الموضوع بالنسبة له جميع فالمنافسة دي ان الطفل يعرف يعمل حاجة ابوه اللي هو شايفه اعظم حد في الدنيا وبيعرف يعمل كل حاجة في العالم يعني هو شايف ابوه هو البطل هو اللي هو هو البطل ايه ابوه سوبرمان فالسوبرمان ده انا باعرف اعمل حاجة مبعبش اعمل فدي بالنسبة لأي طفلة او اي شاب في المرحلة دي بتبقى جميل جدا كفت وفيت الله المستعين طيب رامي كلمني عم رامي شوية بعد كلمان 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 سمعك اه لان هو خجول يعني هو رامي خجول كلنا كنا كده في الفترة دي كلنا غير خلال جيد اه طيب يا رامي طيب رامي لو قلتلك مثلا انت بقيت كويس جدا في الارتفاشي الترجم ناوي تعمل بها ايه قالين تساعدني من مثلا قالين تساعدني مثلا لبقى دكتور ان شاء الله تساعدني في في مجال العملي ممكن إن شاء الله ستساعدك ناوي تساعد الناس وتتعلم عشان تساعد الناس إن شاء الله ربنا هيوفقك و هيسر الأمر عشان تساعد الناس بإذن الله قل لي بقى إنت لما بدأت الموضوع كان صعب ولا كان ايه بنسبة لك أو تنصح الشعاب اللي في سنك بيتعليم برمجة ولا صعبة و بلاش تتعلمه البرمجة دي وحشة وهتأثر على الدراسة هي في بدايتها أنا ما كنتش خايف من البرمجة تماما لما كنتش خايف من البرمجة و شفت أكوادها ما خفتش من البرمجة والحققات خلصنا و بعدان بقى جت فترة فترة المدارس وبعدان لما نقلنا على كانت بالنسبة لي سهلا لأنني تعلمت قبل كده برمجة فلما تنقل من برمجة البرمجة ما فرقتش حاجة الكون سبت اه المفهوم موجود معايا فأنا هقدر أكمل اه و جا بس كربت كان فيها مفاهيم كتير برضو موجودة في بايسون و برضو بعض الحاجات من بيتش بيت كانت موجودة في بايسون برضو فكانت بايسون بالنسبة لي سهلا ما تقيدش صعب الزبط اه هو الكون سبت واحد فعلا ان شاء الله اه هل شايف ان ممكن و انت بتعلم البرمجة دي تتنسيك دراستك شوية او تسيب درس او تفوت درس مش عايز تروحش انت تعلم برمجة ولا ما بحصلش معاك كده لا ما بحصلش كده ما بتقصرش معاك تحدده بتكون بالليل بعد ما خلص دروس و مدرسة و كده تمام طيب اش منت صالح ممكن تتفضل تسأل انا في حقيقة او فصالت صالح طيب انا بسأل رانيا اول يوم بدأت فيه تذكر ايه بتو و ايش كنت تعمل ما ديجو فيه بتادي السؤال لاني ما سمعتش اه اول يوم بدأت فيه اول يوم بدأت فيه بدأت في ايه و ازاي كانت يعني كانت البداية اول يوم ازاي كانت البداية اول يوم بدأنا فيه اول ما بدأنا بالبرمجة اول حاجة تعلمتها في البرمجة كان اول حقا كان HTML وتعلمتها من مين اه كده يعني تعلمتها من الزيرو كان ايه بقى كان اول حقا كان ايه كان ال HTML ولا كان ال ولا كان الكمبيوتر بشكل عام اللي هو زي تفتحه وتقفله ولا دخلت على طوله HTML كان اول يوم من البرمج تمام كان مع بشوانت الزيرو انا عايز اقول لك في النقطة دي ما عليش يعني انا قطع في النقطة دي احنا انا عارف ان البداية كانت غلط بس احنا ما كناش نعرف يعني احنا ما كناش نعرف ان فيه اساسيات للبرمجة بس احنا اخذناها بعدين يعني من شهر بالضبط احنا درسنا كورس الالجوريزم وداتا ستركشور يعني احضرنا الالجوريزم ودرس داتا ستركشور لان احنا حسنا ان احنا تفوتناه وكان لاجب ندرسه وي رأيك بارون في تا ستركشور هل غيرت عندك يعني مفهوم هل غيرت عندك يعني مفهوم يعني احنا دايما انا شايف ان دار ستركشور او الالجوريزم يعني بيغير مفهوم الواحد الالجوريزم ساعدتني يعني على شغول اتحل المشاكل في اقواد نعم التفكير عمتني يعني مش هكلا عمي بتغير التفكير طيب تابعت مع مين داتا ستركشور ومهندس اسمه محمود تقريبا محمود تمام تقريبا اسمها مش فكر اسم الكنر بالضبط طيب اخر سؤال خلاص هو فضل بقية حلو 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 هذا اخر سؤال هو فضل بقية ويقفل البس هنسأل فيه رامي هنقوله ايه الحاجة اللي حتتعلمها دلوقتي وحتامن ايه يعني ايه الخطوات اللي حتاخدها يعني حاجة لسه متعلمتهاش وايه الخطوات اللي حتاخدها عشان تعلمها ليش من النهاردة بدأت تعلم هبدأت تعلم مع كورس مع الدكتور الشاب واخدش كمية كبيرة في اليوم علشان ما تضغطنش ما تضغطش دماغه ما تضغطنش تمام وهتا يعني انت هتحضر الكورس اول بعدين هتجرب الكود في الجهاز اه تمام وهتعمل ايه يعني في مشروع مثلا انشغال فيه لا هو كورس تقريبا طيب 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 برضو عشان ما نتطولش حظك وعارف ان الوقت حظك يعني مش سهل عشان برضو التعلم طيب طيب الله عزك رب نحفظك عشان وردو الشغل كده فانتقل بس نتكلم نتكلم مع رومي شوية اختي الصور انا شو مند عشرة فانتكلم مع رومي دلوقتي رومي عسان بطبيعة اي حد يجي تعلم حاجة ممكن يعني ممكن يمل انا هملي من الحاجة دي ايه بقى اللي خلاك ما تملش من البرمجة وانت في اول المسيرة في اول التعلم ليه ما مليتش من البرمجة مشاي المتالي العملية اللي بتطلق قدام لما بلاقي حاجة عملية بتنتج من حاجة انا بتعلمها انا بفرح لما بلاقي حاجة انا بعملها بتكون بتفيد يعني طيب امتى امتى مليت وما مليتش فالساني امتى جالت وقت كده اللي هو ايه فقدان شغف في الشيء ده او انا مليت مش عايز اكمل خلاص هل ده حصل معك وقت التعلم لما بيكون في حاجة حاجة نظرت ايه بملي منك انما ما مليتش منتعلم اه يعني مثلا كده ما انتبكش فمرة انتبك شعور اللي هو ايه طب انا كده ماشي صح اه ولا انا كده ماشي غلط هنا كده بتعلم حالاتنا لاشي علاقة ببعض ولا هل المشهر بتاعي تك مشهر صحيح ازاي عرفت ان انت ماشي صح بقا مش ماشي هباء كده انا باتحل وقاص ماشي لما مثلا كنت باخد في البداية خارج لما كنت باخد كورت html لما خلصت لما اجد اخد كورس وانهيه في نهاية الكورس اللي بيترح الكورس بتروح يعني تروح تتعلم كده انا نتعلم لغة يعني html 0 ال في نهاية الفيديوين اللي ارشادنا اللي احنا نروح نتعلم css كده انا اه في نهاية كل كورس اه ونهاية كل فيديو يقولك احنا بعد كلها نتقل من html الليبل بتاع css وبعدها javascript بيبدل اقولك بعد كل نهاية الفيديو يعني اه طيب اه انت اولت من شوية ان انا قدرت اتكلم مع صحابي او او اشرح لصحابي اه برمجة يعني شرحت بك يا صحابي برمجة او كلمتهم عن موضوع بكده اه طيب ها لو ما تقبلوه يعني كانو تقبلين الموضوع ولا كانولت لا بيعم بطل كلام بقى اذا موضوع صعب ولا كانوا حابين واستنتعين نعم تقبلوه تقبلوه طيب وقتها كنت بتتكلمهم عن ايه عن html ولا عن 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 الموضوع حلوة الموضوع وعن الموضوع بل ايه اتكلمتهم عن ايه او اتكلمتهم ايه مساعدة لما جينا ندخل كان معايا واحد صحب بس اه كنت انا نسا دخلت بقى ماشين ليرني وكده لما جيبتوا معايا اتعلم معا ماشين ليرني ، مافتكر، والجيم موضبطة ايبال مصر الرقمية بتتكلم عن برمجة وفحيت من يلا فضخل معانا ساذقت لي ايه تاني وسبحان الله هم نجحوا في الموضبطة ايه換ا وانيkus brauchت يا出 reflects علاقة بمين سام اكثر لكن مين كتبا. سبحاء الله عندي ربنا يعني. اكيد ان شاء الله ربنا تشايفها في حاجة تانية. ما كعدش في البرمجة هي لو في البرمجة. ان شاء الله تبتعد. انه يفاع اسم الانجليزي. اه اسم الامنطبية. اه اه اه. كانت لوجها الاكتر يعني. هول هول مش كان رامي كان محضر اه يعني قسم التاني والتالت. يعني الاختبار كان ثلاثة اكسام. ثلاث مستويات. احنا عادنا مع بعض. اه هو اقنع اصحابه الاتنين اللي هم يشتركوا ما كانوش عايزين يشتركوا فهو اقنعهم حتى عمل لهم الاميلات بنفسه اه وقدم لهم في المباطن. فلما جينا نشوف في الامتحان لقنا ثلاث مستويات. اه فهم طبعا هم ما عندهمش خلفية فقالوا احنا هنمتحن في المستوى الاول. اه رامي قال لا ده انا همتحن في المستوى التاني والتالي. ده المستوى الاول ده كله ايه اه اه عن اسيات الكمبيوتر على الهارد وير والسوفت وير وكلام يعني هو مش عايز يمتحن في ده. لان بالنسبة له ده مش هو. اه. هو عايز يمتحن في الاسئلة اللي على البرمجة. فخضرنا المستوى الاول التاني والتالت. وانا قعدت مع اتنين زميل وذكرنا معهم المستوى الاول. اه روحنا الاختبار فحصل دروبة الاختبار السيستم واعه كنا الاختبار في اه في حاسباته معلومات او في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقريبا. اه. نخلنا فهو في البداية كان هو في الدفعة الاولى اللي على الامتحن. فالسيستم واعه فما ما 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 نزلش الامتحن قعد تقريبا ساعة ونصة وقتا. طبعا ملل وكان عايز يدخل الحمام وكده. اه وقعد بيستنى الامتحن. ففجأة قالوا هنمتحن الامتحن على جوجل. على جوجل. اه جوجل فورم. اه جوجل فورم. فجابوا المستوى الاول اجباري طبعا مش محضره خالص. فحل برضو بس ما كانش الحل اللي يآهله لانه جال رسالة انه هو نجح ما ما نجحش بالدرجة الكافية انه هو يتعلم. اذا ما يلو دخلوا قلتوها الله اللي امتحن من اول ما دخلوا طبعا خلاص هو المستوى عادوا كل فيها يعني ان ما فيش السيستم واعف احنا ننتحن كله بقى على جوجل فورم. فدخلوا امتحن على طول وربنا وفاهم والحمده اللي نجح فيه. اه خير الحمدى ربنا يوفقهم يا رب ويفق رامي. انا شايف ان هي مكادش عدسل رامي كتير لان هما دلوقتي بيدرسوا اللي انا شفته يعني بعد كده. يعني هما زماله بيدرسوا دلوقتي حاجات رامي المفروض عداها. اه قليت يوم مريان طبعا. طيب يعني يا رامي دلوقتي مثلا لو قلتلك ان انت قدامك اه خمس اه بلاش نقول اطفال يعني ان شاء الله كبيران. خمس شباب في سنة كده قدامك او عشر شجاب. هما لسه دلوقتي بيسموع بس عن كلمة برمجة. هما عارفين بس اه الكلمة. طيب. لو قلتلك دلوقتي مثلا اه هما عزين تقولوا المجال بس حايفين من المجال. حايفين يكون صعب. اه مش عارفيني ازاي نبدأ او مش مش فهمين الموضوع. فتحابي تنصحوا بيقى وتقولهم ايه. تحابي انتصحوا بيقى وتقولهم ايه. تحابي انتصحوا بيقى لما ييجوا ويبدوه. ما يبدوهش بهتم على طول ويقشوا في مجال برمجة وكده. لا يبدو في الاول تعلم الالجوريز والداتا برمجة ومعدين يتجوا ايه تيميل وما جاءت برمجة بقى لهم عايزينو ايه كان ماشيل اردين ويب. ايه كان. تمام. طيب. هل الموضوع بنزالهم المهم ما خياتي لكم مش ممتع. هل هو ممتع ولا يعني الموضوع زي ما والدك الف الاول انه ناس لابسة يعني عبش اسمايلي. لابسين طاقية كده في جوه ضلمة وبيكتبوا اكوان. هل موضوع صعب كده. ولا عادي ممكن اي حد فينا يدروا يتعلم برمجة. لا ممكن اي حد يتعلم برمجة عادي. يعني عادي اي حد يدروا يدخل مجال ويتعلم برمجة يعني. اه. تمام يعني يا كفيت قفيت يا مش ماند صالح اشوف لو قام خلقك اي سؤال. اللقاء كان شيء وطويل. واشكر والد رامي ورامي على كلب اذا دعوه. الله يغليق. الله يغليق. يعني نورتونا صلاحة ومعلومات مفيدة وتعلمنا منكم اه دروس قيمة في التجربة هذه. اه بدا سمي. صراحة اه تجربة ممتازة اه وهي تعد اه نموذج للتعليم الذات. اللي هو اصعب انواع التعليم. انو شخص يتعلم بنفسك. وانتو انجزكوا في هذا الشيء. ان شاء الله يعني اه. اشوف المستقبل الرامي في احسن منصب واحسن احسان. ونشوفك كذلك في في موجود في المجال اه في في المنصب عالي ان شاء الله. ووفقين ان شاء الله اه اقول اشكر إلى ان. اقول ان او pretit على الله كنت عايز استغلي بس اوودكم يا باشمهندس. اة. يعني نصيحة. ايه? نصيحة. لنا. نصيحة. يعني حاراتكم متخصصين في المجال وة. و ا و اه. وخبرة كبيرة فيه م شاء الله. فكنت عايز. حاراتكم تنصحونا بايه. يعني يعني قصصاً له باشمهندس ايه السيد اه الف البداية. نتخصصوا عصيلاً في دراسة كان زكاية صناعية. فايه اللي انصحنا بيه يعني ايه اللي انصحنا بيه? اه والله انا بص حتوقك انا ممكن اتكلم بس يعني شوية بشكل عام يعني. اه حاجة بس حاجة انا علق عليها. اه هو ان فكرة خانة الفولي ستاك يعني. الفكرة من الفولي ستاك اصلا. ان احنا عندنا انتقل من الفولي ستاك للارتفاشي الاتريانس عشان بس ان الفولي ستاك ده. اه بقى في ناس كتير. يعني انا مش عايز اقول ان فكرة يعني ممكن تميل شوية الخطأ يعني. او الورد بريس او الشوبرفاي او اي اي بلاتفورم بتكريات الحاجة دي. عمرها ما تحلف اه محل الفولي ستاك او الباك اند او الاتريان. ان دي حاجات هي ايه? يعني مثلا دلوقتي انا لو حاب اعمل حاجة دولة ستاك او او المتعادل ستاك checking checking. او الخطأ من المكتابلت السابق او لهذا السبب فعشان برضو اوضح عشان ده هو برضو مكانش السبب الوحيد انا فعل انا فعل انا متفاهم اوضح عشان في ناس هتشوف اللقاء ده فانا احب اوضحانه اكيد ناس هتشوف اللقاء هي full stack developer ان هو مطور full stack شخص ماجرش احبات ان انا انا هبقى ايه هعمل او ان انا خلاص اعطانش بلان دي اروح لبلان اللقاء هتشوف اللقاء فده النقطة احب اوضحها وده نصيحة اه اه في النقطة دي بالتحديد انا عايز اقول لحالاتك ان انا بتعلم للاولاد ما قلت لحالاتك في البداية لو انا مثلا عن نفسي انا عن نفسي ما كنتش هسيب لان انا حبيت الويب دي التانية ما كنتش هسيب الويب واتنقل على تراك تاني لان انا فعلا حبيته يعني السبب ده ما كانش يخلنا اتنقل وانا عارف ان الانسان اللي بيتميز لو فيه مليون واحد شغالين ما في شي مشاكل زي ما قلت لحالاتك الهند فيها مليانة الهند مليانة الهند مليانة وكلهم شغالين بالعكس ده لما السوق المصري ياخد سمعة ان هو مليان مبرمجين ده شركات من بره بتجيله وبتدور عليها ده شئم شئم اللي خلانا بعيد الحاجة الاساسية اللي خلتني اغيع ومش نبعد برضو لان الويب احنا مش هننساها يعني الحاجة اللي تعلمناها مش هننساها بالعكس يعني واحنا بنتعلم ذكاة الاسطناعية دماغنا بتتفتح على حيات في الويب ممكن نكون ما كناش فاهمنا في الوقت انما انا خلتهم ينقلوا للذكاة الاسطناعية علشان ممكن اكون شفت ان هو عزيز شوية خامل طفل هو عزيز شوية مستقبله ممكن مستقبله احسن شوي طيب برضو يعني اه موفق جدا اه اه طبعا يعني مش عايز رونه افضل فولست اكشن بس هالي اي موفق جدا فيه اه مجاله حاس جدا تقدر تشتغل بيه في اماكن كويسة انا وهتكلم لو هنبص وطبعا ده هدفنا احنا كله اصلا السنالي هو السنالي نظام الشغله حلو هتكمل في التراك حاليا اللي من اللي اسمعته التراك ماشين فيه هو مزموك اي حاجة بالنسبة لل اه بس هتركز فيه شوية هتكون متعب شوية اكتر من الوب يعني لو ماشي بنفس النابل او نفس القطاعات دي فان شاء الله يعني يعني موفق بإذن الله ده بالإذن الله انا اسأل خلاطك سؤال اخير ان شاء الله يعني اه السؤال ده ليه ليه انا شخصيا اه اه انا في الويب تقريبا لميت الويب طبعا ما اقدرش اقول ان انا فولستيك طبعا يعني فولستيك دي كلمة كبيرة او بعيدة شوية بس انا لميت الويب باك اند فهمت البيك اند اه فهمت الفرونت اند او عارف ازاي الاي بقى اي بيشتغل عارف اعارف الشغل بس انا بخاف احط رجلي في اي شغل يعني انا مش عارف انا خايف اه ان انا اه اه يعني مثلا ممكن يجي شغل من على مستقل او شغل من على حاجة تانية بخاف لا برفض خلص ان انا اخد شغل مش عارف اه اخط اتخطى الملاظر ازاي عظيم اه بص هو اول حاجة طبعا اه قبل ما تستلم اي شغل اي شغل في تانس خلي اول شغلانة هتعمل مثلا ويبسايت ويكون مثلا بروفايل موقع اخص بشركة بدلش يكون موقع مليان داتا واسعار هيكون بروفايل بس ان احنا هنقلده نعمل واحد زي وداشبر واحد تحكم تشتغل على الموقع ده اول ما نلاقي ان ده بقى زي ده بصفت وشغل من بنفس نفس الحاجة ده بي تنفزها وعاد الريكوستات تكون قليلة مش بيعمل لود كتير ويخلي الموقع بسيط يعني طلما الريكوز اقل والموقع بيقدي نفس الوظيفة دي احنا كده في الطريق الصح اه از احنا عارفين طبعا الموقع ليس الموقع علينا ان احنا نعمل بعد ان اشوف احد احبيبي او بقى سيطلب او بقى سيطلب ويضع اول حاجة او بقى سيطلب او بقى سيطلب ويضع بقى سيطلب إذا القيام بتصليمه للكلينت أو يدخل رحلة التست إذا كان يغبث عن كيف يريد توففر سوف يجب أن نtesلم هناك شيء يرجع لديه وراجع على الشيطة المضابة سهلة جدًا جدًا ليس ليس صعوبة فإذا أبدو МوFF المضابة ستعلق ازاي؟變化 على مدchez عمل مرتبة أسانًا. النظام بأسانًا كده جداً. هل هو أنا بأعمل حاجتة أصل محمولة. باقلده. فما الجهاز شغالاً كويساً. ثاني ممسك مشروع لحد معرفة ايضاً يرجع وع Lukeة فيه. يقدر يكون فيه فيه تستر معي. لو في حاجة مش هتفع يعطيه يقول لي اعملها ازاي او يعطيها لي. يقدر هو يكون هو اللي هو اللي في الوش معنى مرحلة ثالثة قام بإطلاقات الثلاثة ويأخذ من المشروع ويقولون هادر نفذه وانا لو ننفذوله فهي مشاكل ممكن تحصل بالمحتاج مثل مطلوب باي مطلوب فهي مضاعف ممتع جدا في اضافة لنفذة المطلوب في السوق الان هو الحلول البلدي نرجع للسوق نرجع لطلب السوق دائما البلدي هو اللي يكون متفوق إيش هو البلدي؟ البلدي اللي هو معمول بالكامل من الداخل يعني حل أو سلوشن بيحل مشكلة معينة مش 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 برنامج جاهز مش 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 شي جاهز ولكن شي مفصل ومعمول مدخل هذا طبعا يطلب إنه الكوادر الموجود تكون فاهمة كويس التقنية فاهمة الشغلة اللي بيعملوها ويعملوها بأبسط طريقة ممكن يكون سهلة جدا بحيث في المستهلك المحلي بيستعملها بشكل سهل ما يحتاج يتعلم ما يحتاج يخش مدرسة ما يحتاج فهي حتكون معمولة بالدماغ بلدي بلدي يعني هو الآن طلب في السوق هو هذا هو إنه الحاجة لما تعمل في العمل بلدي تطلع هو الأفضل مستجفعية مكان هو البلدي بالصبت طبعا طبعا فهذا هو فإحنا بنشجع أي أي شخص بيجون بتعليم الزات أو أي شخص ما يجب التعليم عشان نبغى نشوف منتجات بلدي منتجات محلي وانا عايزة أطلب طلب من حضراتكم حضراتكم المثل اللي زي أو أي حد بيتعلم تعليم الأكاديمي غير خالص السوق غير السوق غير إن هو خط أول خطوة للشجل دخول السوق دخول عالم الشجل ده محتاج في البرمجة محتاج صنعة يعني محتاج الإنسان يبقى صنايعي في البرمجة يعني يعرف إزاي يخدم الشغل ويخلصه يعرف إزاي يسلم الشغل فده ما بيجيش أبدا أكاديميا أبدا يعني ده مهما الواحد يفضل يتعلم ما بيجيش أبدا فده طلب من حضراتكم يعني أنا هطلب من حضرتك طبعا ما عندكش وقت بس دي حاجة تبقى الشك اللي هو الخيري أو اللي لله في شك ده طبعا ده لازم ده أكيد طبعا ربنا مانن عليك ربنا مانن عليك أكيد بتشتغل شوالك الخاص وربنا يزيدك وأكيد بتشتغل برضو في الجامعة ربنا يزيدك ربنا خاص ممكن تختار أنت بتنقي كده ناس بيتمثل عندهم نبوغة أو عندهم بالنسب تعلم كويس بس خلاص هو وصل لمرحانه هو تعلم تعلم قادر يعمل كل حاجة أي طب تحت الدول ويعمله بس هو مش قادر يخطي لسوق العمل بالضبط أنا متفاهم بك ربنا ممكن تاخد مجموعة من دول يعني مثلا ممكن واحد اتنين حسب طقتك أو حسب قدرتك وتبقى الليلور بتاعهم يعني والله يعني تخلوهم يخطوا فورك مش برضو واحد يعني بيخاف الواحد بخاف يتكلم عن ده أنا عن نفسي مش محتاجه بالوقت اتكلم اكلم اكلم اه والله مش عايز برضو بخافش ان يكون ده رياء لكن والله يعني انا عن نفسي اوحدة بحرفيا يعني بنيعمل كده يعني انا عندي وأكيد اعتقد انهم ممكن يشوف اللقاء ده الطلبة بتوع يعني هما بكون لسه سنة باخدهم لا تعلم الجروب والنفس نشاهيه مع بعض تعلم ما اقف معك في المشروع ده فانا عن نفسي يعني الحمدلله يعني باب بنا جزيك خير يعني بنا عمل كده يعني هو الموضوع ده برضو نحنا بندلسه انه كيف نربط بين التعليم وبين العمل بندلس هذا الموضوع ان شاء الله في الفكرة الجاية يعني في مشاريع حنبدأ نبداحف هذا الموضوع ان شاء الله انا هما معاك يا فقط طبع وهذا الفيديو على فكرة هو طبع طبع بس طبع احدى الخطوات يعني الفيديو هذا هو احدى الخطوات ان احنا نوصل للموضوع ده زي ما قلتلك نحنا يعني عندها ركيزة اساسية في العمل انه نبغى ننتج بلدي فما احنا نقدر ننتج بلدي الى ان يكون فيه الدماغ داخل البلد هي بتعمل كل حاج الموضوع تمام والان نفسي كدا ابنت جانبين تمام تمام شكرا لكم وشكرا للجميع وعطيكم العافية ودومة مباركة إن شاء الله خير عائتك ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله